هذا وتعتبر المشاركة الهندية في معرض البحرين الدولي للطيران هي الأولى من نوعها حيث يمضي فريق سارانج عبر طائرة دروف القتالية نحو تقديم ستة عروض جوية خلال أيام المعرض الثلاثة دروف طائرة قتالية صنعت في الهند ولها القدرة على ضرب الهدف بكل سهولة وبجميع أوضاع الطيران عبر صواريخ حرارية سماء راقت تحليق فيها لمن شارك وجرب وسمع عن متعة الخوض في التجربة من قبل تجربة جعلت من فريق الاستعراض الهندي سارانج يسارع نحو المشاركة الأولى له في معرض البحرين الدولي للطيران ليلحق بركب أسراب الطائرات التي بات الجو يواعد أصوات هديرها كل عامين أتينا للمشاركة على رأس فريق محترف في معرض البحرين الدولي للطيران هذا المعرض الذي يحوي على كبرى شركات الطيران العالمية التي نفخر بوجودنا معها لإبهار الزوار والمعنيين دروف طائرة قتالية وجدت لها رواجا في سوق صناعة الطائرات العسكرية عالميا لخفة وزنها وقدرتها على المراوغة عاموديا وأفقيا ودقتها في إقصاء الهدف عبر صواريخ حرارية سارانج هليكوبتر طائرة ذكية مصنفة من الطائرات القتالية القادرة على حمل الذخيرة العسكرية وإصابة الهدف وملاحقته بسرعة كبيرة وهي من إنتاج اليد الهندية ست طلعات جوية سيمضي فريق سارانج الهندي إلى تأديتها أمام الجمهور عبر عرض يعكس التطور الذي طال صناعة الآلة العسكرية الهندية مبارزة جوية ستكون فيها طائرة دروف الهندية رقما صعبا يدخل ضمن حسابات المنافسة مع كبرى شركات الطيران المشاركة في معرض البحرين الدولي لطيران منافسة من خلالها قد تستمال الرغبات الشرائية لدى المهتمين من جهة ومن المؤكد أن تترك انطباعا إيجابيا في عقول الناظرين من جهة ثانية لتلفزيون البحرين محمد رشيدات محمد رشيدات موسيقى